طيب اخوانا المشهر فرازية الخميس ايه هي النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه كثيرا اثناء انه حالة سكرات الموت فيغمى عليه ثم يفيق ثم يغمى عليه ثم يفيق حتى انهم كانوا يتولى ان النبي صلى الله عليه وسلم ويستفهموا يعني امات ام لا وكانوا يبكون يعني عندما يغمى عليه يظن ان النبي صلى الله عليه وسلم مات فعندما افاق النبي صلى الله عليه وسلم قال ايتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضله بعده ابدا فقال عمر بن خطاب حسبنا كتاب الله فاختلفوا فمنهم من قال قدموا الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم يكتب ومنهم من قال ايه بقول عمر فاختلف الناس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا عني لا ينبغي عند النبي للتنازع وفي رواية استفهموا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أهجر وكلمة أهجر مهاجر إلى الله عز وجل يعني توفي والبعد قال أنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمى عليه وفيستفيق فالنبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت فالآن الشيعة أخذوا الحديث ده وأعدوا شهروا به أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يهجر وخرف وطبعا أنت عارفين الزيادات الشيعية اللي دايما بيحطوها والحبشتكنات والشوية الشطة والمالح بتاعتهم عشان يكفروا عمر بن الخطاب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر عمر بن الخطاب ولم يخطئ عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني فلا ينبغي عندنا بين التنازع وهو ده والله العظيم الحديث يا أخوان الشيعة أخذوا الحديث ورجواجوا أن عمر بن خطاب يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بيخرف طبعا سبحان الله وانا ذكرت عدة امثلة والامثلة دي كلها موجودة على السوشيال ميديا وكلنا شفناها يستحيل انت بتشوف واحد في سكرة الموت بيتوضى وتقول عليه بيخرف ما بتقول عليه بيخرف صح انت ما بتقول عليه بيخرف انت بتقول من حب له الوضوء ومحافظته على الوضوء فبيعمل كده وهو بيموت في سكرة الموت كذلك الانسان الخطيب اللي كان بيموت وهو بيخطب مش هو بيخطب على المنبر على السرير وبيخطب تقول سبحان الله تبارك الله بص من محافظته على الخطبة وعلى الخطابة بيخطب وهو بيموت وكذلك الانسان اللي هو كان بيأزن فدي الحالات دي كلنا شفناها وكثير كمان فيأتي الشيعة ويجي يقول لك لا النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذه الكلمات في لحظات الوفاة يعني ما قالها كده نقول له طيب بالراحة النبي صلى الله عليه وسلم قالها أراد الحفاظ على الأمة الإسلامية قالها تحت تأثير سكرات الموت كما قلنا يعني البعض يفعل هذه الأشياء أم هو قالها قاصداً لها إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قاصداً لها فكيف يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يبلغن بهذه الأشياء المهمة جداً وإن كان لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم إذا فقاله هو في سكرات الموت لن تضلوا بعده أبداً يبقى كتاب مهم جداً طب المهم ده لم يذكروا في القرآن قبل ذلك يستحيل حيقوله نعم أكيد لم يذكروا في القرآن لأنه مهم وإلا لو ذكروا في القرآن خلاص القصة خلاصت طب هل ذكروا في السنة الشيعة يقولك لا طيب بإذن النبي صلى الله عليه وسلم توفها ولم يكتب الكتاب أما نحن قال السنة الجماعة فنقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك تحت تأسير سكرات الموت حباً في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حباً في الدين ولكن هذا الكتاب ليس من الأهمية بمكان حتى النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى ولم يكتبه لكن هم أخذوا الحديث في جانب آخر أن عمر بن خطاب منع النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أنا دائما أقول لهم لو أنك الآن رئيس مجلس الشعب أو مجلس شورى أو أي مجلس وأردت أن تكتب كتابا تمام والآن مثلا عمر اعترض سيب من الناس اسمه عمر قدامك اعترض مثلا وعمر لم يعترض النبي صلى الله عليه وسلم في الحالة دي يتأشفق على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن خليه عمر اعترض أعوذ انت يا عمر هات انت يا احمد خلصت القصة خلصت القصة لكن ازاي لازم الشيع عملهم من الحبة أبه ولما انت تتماشى مع الشيعة تجد للنبي صلى الله عليه وسلم غلطان عن الفهم الشيعي ليه لأن الرسول صلى الله عليه الله عز وجاء قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل تهديد فما بلغت رسالته والله يعصلك من الناس يعني لا عمر ولا غير عمر يقدر أحد منهم أنه هو يوقفك عن تبليغ رسالة ولكن هي قصة كلها هما ما يهمهم النبي صلى الله عليه وسلم اللي يهمهم كلهم أنهم ماسكوا شيء يقدروا يطعروا به على عمر زي الأهبة اللي يجيب من شوية قال لك هلك المتنطعون وأنا عارف أنه هو عايز يقول هلك المتنطعون أو اللي بعدها بقى يرجعي من شبك الحديثين في بعضهم ويقول لك أن عمر بن خطاب من المتنطعين فالمفروض أنه هو في النار فكذلك هم نفس الحكاية ولكن ما هي المآلات المآلات بقى اللي تخفى عليهم أن النبي خف وأن النبي لم يكتب كتابا مهما إذن القرآن ليس فيه صبل الهداية والسنة ليس فيها صبل الهداية أو المنع من الضلال ليه؟ لأنه أراد أن يكتب كتابا لن تضلوا بعدها أبدا فقصة غريبة يعني غريبة يستغلوا يعني إيه كأنها صغرات في الأحاديث فيستغلوها عشان يتعنوا في الصحابة ولما أنت تقول لهم الطعن في الحديث ده بهذه الكيفية أو الفهم الحديث بهذه الكيفية ينصب بالسلب على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الإسلام بصفة كلية ما يسمعوا كلامه زي الحمار اللي جاي من شغية هلك المتنطعون ودخل عمر بن خطاب النار طب ما يا غامي عندك في الكتب أن علي بن أبي طالب زوج عمر ابنتهم وكلسهم وبأدلة صحيحة لكن لا ما يهموه شو مهم أنه نطعن في عمر فالله مستعان دي قصة رزيطة خميس والله كل مصطر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة